السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد أayedس84 من قناة السرشاجة ازايكم عامليني اتمنى اتكونوا بخير وصحة وعافية إن شاء الله لو تتقلمنا عن منفط lease أول حاجة اتيجي في بالك هو النشطوم أنا لست تتحدث عن منفط بينما تتحدث عن أي مالت فيتامين اللي هو مستورد وقد تحدث وعلى منفط وعلى المشطر لكن نحن لم نتحدث عن المشطر нова سنتحدث عن مكمل جيد مكمل آآ نازل منه نسختين نسخة او موديلين موديل الرجالة او موديل الستات بس النهاردة جاي اتكلم على موديل الستات آآ واكلم بقى باستفادة كده جدا عشان المكمل ده انا بجربه انا على فكرة باخد المكمل ده اللي هو للشيدات باخده انا آآ 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 باخده وبقالي مسلا يجي حوالي شهر ونصف فالموضوع حلو جدا وحاول انا يعني ابسطها لك ببساطة شوية بص آآ آآ الفيتامينات ان هي بتبقى موجودة في الخضار والفاكهة فحضرتك عشان احنا او احنا اغلبية الوقت ما بنقدرش ناخد احتياجاتنا كلها من الخضار والفاكهة فبنتضر ان احنا نلجأ للفيتامينات ودي لو احنا ما لاجئناش للفيتامينات ممكن ده حصل ايه اول حاجة ممكن يحصل لك ان هو شد عضلي الشد العضل ده كان لازقلي في الاربعة وعشرين شاعر كنت تبقني موصحة منهم الاقي نفس رجلية واقفة كده ومتخشبة او لما باجت توب وتلاقي الحتة تدي افشت بس انا كده حوالي دي او ديتين عبال ما رجلية او ضق يهدو اه ويعني عشان يبتدوا يشتغلوا تاني اتاري ده الموضوع ده مشكلته ايه مشكلته بوتاسيوم وماغنيسيوم اه يعني المكسين دول فمن الاخر اه من الاخر وكمان تلاقي مشكلة هنا في دراعي لما كنت بقى لابحادين اه كانت مشكلة التهابات اعصاب فاللي انا عرفته في الاخر ان انت لازم تهتم بالفيتامينات والمعادن اللي بتخشي جسمك فمن ضمن الحاجات انا باخدها صح انا باخد حاجات ازا حاجة بص انا باخد حاجة اسمها اه سنشري سابلمنت اسمه سنشري وفيه حاجة اسمها سولجر ده انت متعلم ما اسماتش عنه قولي جهة حتسمي عنه قبل كيه كتير اسمه سولجر حتى العلبة غريبة كده والانتو اشبتوش كمان الحباية الحباية عاملة زي زي اللي بوس هقدي كده اسمه سولجر وعندنا مالتي فيتامين اللي هو اللي هو مصل محترم وطبعا السنتروم ده برضو يعني محترم جدا واخد حاجة خالص اللي هو الوان ادي اللي انا باكرمكم عليه ده ده للسيدات اللي فوق الخمسين سنة خمسين سنة اكتر فانا ايه اللي بيخليني اخد حاجة زي كده التركزات اللي فيه مش اللي هو مسلا ممنوع لنا او ممنوع مسلا للشباب اللي هي عندها تلاتين سنة او خمسة وعشين سنة لا اه ده اه مناسب بكل الاعمار بس مناسب لسيدات اكتر عشان بيبقى عندهم نقص في حاجة معنى من ضمن الحاجات اللي موجودة عنك هو اول حاجة مكتوب عندي انه هو بيساعد على اه تقوية القلب عضلة القلب اه العينين العظم المخ وتشغيله اكتر والانرجي انه هو بيديك حر اكتر ويديك طاقة اكتر اللي هو بيديك مناعة اكتر واكتر حتى كمان مكتوب يعني السور حتى كمان مكتوب على العلبة العلبة دي حوالي تلتميت اه تلتميت حباية كمان من دمن بقى الفيتامين اي بيتامين دي بيتامين دي ده اللي هو بتاع العظم فيتامين دي اللي هو اه دي فيتامين البشرة فيتامين بي و بيتو بي سيكس و بيتولف ده للاعصاب اه فوليك اسد ما عرفش فوليك اسد ده ال اي بزبط يعني بيوتين ده للشعر وللدوافر اه ايرن وايودين وماغنيسيوم وزينك وسيلينيوم وكوبر اه كوبر دي اللي هو نحاس وماغنيسيوم وكروميوم وحاجات كده كتير الفكرة كلها ان انت كل العناصر الغذائية دي كلها والمعادن دي مختصرة في حباية زغنانة قد كده تقدر تاخدها اه مرة واحدة في اليوم وخلاص اه تقدر تاخد انا باخد الجرعة دي بعد الاكل على طول يعني بعد ما باكل كده باخد جرعة منها ولو فقط الجرعة مش هتفرق باخد الجرعة بقى اللي بعدها عادي كأن مفيش اي حاجة خلصت الفكرة بس كلها ان انا بس عايز اوصلها لك ان المالتي فيتامين مهم جدا مهم جدا ان شاء الله هعمل كزا فيديو عن المكملات اللي معي علشان اه تفيد الناس اكتر وان هي اه تساعد توعية للناس اكتر الفيتامينات كتيرة جدا اتدخلت عن نت ودورت على الفيتامينات هتديك يعني هتعلمك حاجة كتير اوه هتعرف فوائدها كتير اوه بس انا بس كلها حب اقوله لك ان انت لو انت عايز تشتري اي فيتامينات خش عن نت دور على ارخص بديل للفيتامينات المستوردة لو عايز تشتري وانا دي ده موجود لو عايز تشتري اي مكمل موجود بس ان انا كنت حابب اتكلمك عليه ان وانا دي ده محترم انا جايبه الولدتي برضو بتستخدمه وانا كده كده باخده منها كده شوية كده عافية كده باخده منها وباقي تاخد انا كمان يعني انا وهي بنا نشير في علبة واحدة فالفكرة كلها ان الموضوع فعلا فعلا يستحق لان انا من بعد ما بتاخد الفيتامينات دي اه طبعا طبعا الشد العضر انتهى خالص التهابات العصابي اللي كانت موجودة دي هي ديت خالص ما بيتش موجودة تماما وكده كده بتديك اه ميتابوليزمة اكتر حرق اكتر وكمان بتساعدك ان انت يبقى عندك نشاط اكتر وبتشغل دماغك اكتر واكتر فاتمنى يعني تخش حتى عندي تدور على حاجة اسمها ملتي فيتامين الموضوع فعلا فعلا يفرق معك كتير بس فاتمنى ان حضرك تكون استفدت معي ولو مستفدتش فاتمنى تكتبلي تقول انت مستفدتش في ايه او لو استفدت تقول ياريت استفدت في ايه اه انا ما عرفش سعر العلبة دي العلبة دي جاء من بره العلبة اني شفتها كانت ستين حباية كانت بربة مية وتسعين جنيه او خمسمونة جنيه دلوقتي انا معرفش هي طل止مية حبية دي بكم اه بس فاتمنى ان حضرتك بس كون استفدت واتش تعمل اللايك وتشترك معي في القناة انا اسم حمد تحسين انا بتتكلم عن الو lemonade باتكلم فيه باتكلم عن ثالثا العاملة بتتكلم عن السعادة باتكلم عن الرياضة بتتكلم عن الاكسيل بتتكلم عن كذا حاجة فشكرا جدا مستش تعمل tej Grupo وتشترك معي في القناة والسلام ورراكروح با redu اشتركوا في القناة